تاني حاجة أو طريقة من طرق يعني الفعالة وطرق انضباط ممكن نعملها عشان الطفل ينضبط هي الحرمان من اللعب وده الفترة برضو محدودة تالت طريقة هي إلغاء خروجة أو فسحة رابع طريقة إيقاف نشاط محبب للطفل فترة برضو محدودة زي إيه نشاط محبب للطفل؟ زي الفرجة على التلفزيون مثلا أصدر أن أنا ما جبتش بقى سيري تلاتابلت ولا تليفون اللي هو الموبايل ولا اللي هو إيه أنا هحرمك من الموبايل لمدة ساعة ما هو أصلا حضرتك مش المفروض أنه يمسك الموبايل دقيقة أحد في العمر ده فاهمين قصدي؟ يبقى هو نشاط مسموح بيه نمنعه عنه زي الفرجة على التلفزيون مثلا نقفل التلفزيون فترة معينة عشر دقايق خمس دقايق نص ساعة وهكذا خامس طريقة هي إيقاف الكلام مع الطفل لفترة قصيرة برضو نخصمه يعني أنه مش هنكلمك والعلمكم بقى الطريقة الأخيرة دي اللي هي الخصام دي أنا عارف دلوقتي أنه هو إيه الخصمه ده بينفع معه خصام أنا عايز أقول لكم بقى أنه علميا دي من أكتر الطرق فاعلية بشرط أنه إحنا ننفذها من غير مبلغة وأي طريقة من الطرق اللي قلناها دلوقتي لازم يسبقها خطوات محددة نكررها في كل مرة يعني فاهمين قصدي يعني مش هنيجي فجأة كده ونقول طفل أنت معاقب أنت معاقب يعني بمعنى إيه هتقعد في قطك هتقعد في سريرك هتمنع المشاعر لأ في قطوات لازم نعملها إيه هي أننا نقول للطفل بشكل واضح ما تعملش الشيء ده وهو الأطفال ما بتفهمش ضمنا هم ما بيفهموش من نظرة زي ما بعض الناس كده أس أنا بصي له أس أنا بصي له أيوة يعني حضريك معناها إيه بصي له بصي له يعني معناها أن أنا بقول له ما تجيش جنب الحجل فلاني يا سلا ليه طب وليه ما قلتي هاي ما هو الطفل مالوش دعوة الكلام ده كله هو على ما يفهم بقى النظرات دي لغة العيون دي خصوصا مع بعض الأمهات يعني بيبقى فيه تنوع في النظرات التحذير يعني خلينا نكون أبسط وأوضح نقول له ما تعملش الشيء ده دي الأول خطوة الخطوة الثانية ودي طبعا لو الطفل ما استجابش لخطوتنا الأول إننا نقول له لأ بشكل صريح يعني الأول قلنا ما تعملش الحجل فلاني هو تجاهلنا لأ ما تعملش الحجل فلاني ونكرر كلمة لأ ونكمل بعد كده الجملة يعني زي ما قلت لكم لأ ما تعملش الحاجة الفلاني يعني بنفسي بقى الطلب الأولين ومن غير ما نزعق إذا برده ما استجابش بنقوم ونشيله وضهروا لينا يعني نبعده عن الشيء ده أو الفعل اللي إحنا رفضين إنه يعمله عايز يروح نحية حاجة مثلا ما ينفعش يروح عايز يروح نحية كهرابة عايز يروح نحية جهاز من الأجهز وهكذا خلاص بعد كده بنختار طريقة أو أكتر من الطرق الخامسة من وسائل الانضباط اللي لسه أقيل لك عليهم أو أقيل لكم عليهم وبنقول للطفل إحنا هنعمل إيه يعني إحنا هنعمل إيه إحنا هنعمل كذا 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 إحنا إنت هتقعد هنا لوحدك إنت دلوقتي مش هتتفرج على التلفزيون إنت دلوقتي أنا مش هكلمك إحنا بنقول إحنا هنعمل إيه مفاتيح النجاح في النوع ده من المواقف هو الثبات على المبدأ ها والتنفيذ بهدوء مش بس الثبات على المبدأ يعني الثبات على المبدأ مع عصبية لا غلط الثبات على المبدأ والتنفيذ بهدوء اعملوا الحكاية دي بنفس الخطوات دي اللي أنا بقول لكم عليها لما الطفل كل ما الطفل يقرر يعمل حاجة غلط ما تزهقوش ما تزهقوش وخليكم مقتنعين زي ما قلتلكم كده أنها معاركة فعلا زي ما قلت لكم يعني قبل كده والانتصار فيها هيكون للطرف الأكثر صبرا طبعا في مرات أنا عارف يعني إحنا مش في عالم افتراضي مش في عالم خيالي عالم واقعي طبعا في مرات ممكن العصاب تفلت طبعا ويحصل تصرف عصبي منكم لكن لما يحصل خطأ عارض خطأ عارض في وسط سياق متصل من التصرفات الصحيحة فالنتيجة الإجمالية بتكون في صالح نجاحكم فاهمين قصدي؟ يعني اتصرفتي مرة غلط إنما اتصرفتي عشرين مرة صح يبقى الدنيا ماشية بردو كويس هي مش بالمرة فاهمين قصدي؟ وإذا حسيت إنك قربتي تفقدي السيطرة على أعصابك اتنفسي كده بعمق على فكرة الكلام ده مش هزار مش اللي هو إيه أعد بقى من واحد لعشرة آه تعدي من واحد لعشرة لأن رد فعلك أصلا هيخليكي وإنتي بتعدي كده في سرك ملاش يا سيدي تعدي اتنفسي كده بعمق وهدي وكرري المحاولة مش عارفة اطلبي المساعدة من يعني اطلبي المساعدة من الأب إذا كان موجود يعني في البيت ده في البيت معاكي في الوقت ده يعني ما كانش في الشغل ولا حاجة وركزي دايما يعني وفقري دايما كايما إن أنت الطرف الأكبر أنا بكلم الأمهات ليه لأن الأمهات هم اللي في احتكاك دائم ومستمر حياة مع طيب فتكري دايما إن أنت الأكبر والأنضج أنا مش باتحك عليك أنا بفقرك بمزاياك بمواصفات حضرت إن أنت الأكبر والأنضج والأعقل وفكري نفسك على طول إن طفلك الصغير ده مش قصد إنه يدايقك ولا إنه يربكك ولا إنه يضغط عليك عشان كده أنت هتتصرفي بحكمة وهتتصرفي بهدوء سدقيني كل ما مارستي يعني كل ما أنت مارستي الانضباط الزاتي ده في المواقف دي كل ما بقى عندك خبرات وفرص حلوة جدا إنك تساعد طفلك على الانضباط اللي أنت عايزا يبقى عليه ودي فرصة حلوة قوي قوي إن أنا أكلم حضراتكم عن المحور الرابع في حلقتنا النهاردة وهو مفهوم الانضباط عند الطفل من الناحية السلوكية تربية الأطفال يا جماعة تجربة صعبة بجد أنا مش بنكر تجربة صعبة بجد ومليانة تحديات ومغامرات لكنها مليانة برضو فرص للنجاح والإنجاز في العمر ده الطفل عنده خبرة محدودة بجد خبرة محدودة فعلا عن الغلط والصح عشان كده نعايز أصحح لحضراتكم معنى مهم جدا عن مفهوم الانضباط عند ناس كتير قوي الانضباط هو الخوف والعقاب والالتزام المطلق بالتعليمات مع إن الانضباط فيه مضمونه ومعناه عند الطفل هو الحب أيوة الطفل بفطرته وقدرته على الاكتشاف والتطور بيتوقع إن المحبة والعناية هم أساس العلاقة مع الأم والأب وكل ما كانت المحبة والعناية والحنية واضحين للطفل وحاسس بيهم من بدري في علاقته بيكم كأم وأب كل ما ده شجعه على التجارب اللي ليه حدود وأهم الحدود دي هي حبه ليكم وحرصه إنكم فعلا ما تزعلوش منه احترامنا للطفل ومحبتنا له بيعلموه احترامه للناس ولنفسه وكمان إنه يحب الناس ويحب نفسه سيطرتنا على نفسنا في الانفعالات لما يغلط هتخليه يعرف الخير من الشر والغلط من الصح وبحسبة بسيطة لازم المرات اللي طفلك يحس فيها بمحبتك وعطفك سواء كأم أو كأب تكون أكتر بكتير قوي من المرات اللي هيحس فيها بالانتقاد أو هيواجه فيها العقاب اليوم اللي هتنزعجي فيه من سلوك طفلك أو سلوك وحش هو عمله يعني لازم يقابله أيام وأيام أكتر يحس فيها إنك بتحبيه وفخورة به وبشكل عملي لازم كل أم وأب يكون عندهم تصورات واقعية عن سلوك أطفالهم من خلال نشاطاته يعني مثلا الطفل اللي بيحب يتحرك كتير لازم نتوقع إن وجوده مربوط بحزام الأمان مثلا في كرسي في البيت لفترة طويلة عيديقه الطفل اللي بيحب الاكتشاف بأيديه أكيد هيحس بالإحباط لو لقى إنه تحت إيده عدد محدود من الألعاب أو الحاجات يعني ما بتتغيرش الأطفال يا جماعة لسه مش عارفين الغلط من الصح مش عارفين مثلا إن الحاجة اللي بتقع على الأرض مفروض ما نكلهاش مش عارفين إن شد الشعر غلط مش عارفين إن الجري في الشرع خطر تبليغ الطفل بالرسالة مرة واحدة مش كفاية مش كفاية أبدا مش كفاية أبدا إنه يستوعبها لازم نعلمه ونفهمه ونكرر ونصبر عليه علشان يفهم ويستوعب القواعد اللي احنا بنقولها والطفل كمان مش هيتعلم كل حاجة في نفس الوقت يعني مثلا ركزي إنه من الشهر التاسع من عمره لغاية سن سنة ونص إنه يتعلم يتعامل مع الحاجات الأمان في محيط حركته وأجلي شوية قواعد السلوك المهزب لبعد كده وهكذا ما تحملوش الطفل فوق طقته عشان ما يحبطش ولا أنتم تحبطه آخر بقى نقطة هقولها في حلقة النهاردة هو السؤال الخامس وهو هل في مواقف بعد الشر يعني تستدعي استشارة الطبيب في موضوع نوبات المزاج العصبية الإجابة أيها لكن مبدئيا لازم تعرفوا النوبات المزاج العصبية المفروض إنها بتبدأ تقل تدريجيا تقل ما بقولش اختفت من بعد منتصف السنة الرابعة يعني هتبتدي تقل زي ما أقول مش هتختفي إنما وجود علامات معينة بتستدعي استشارة طبيب الطفل إمتى بقى بتحصل إن النوبات دي تزيد بعد سنة 4 سنين ونص مش تقل وزي كمان إن الطفل يكون أثناءها بيأذي نفسه أو بيأذي غيره أو إن الطفل يكون خلال النوبات دي بيضمر حاجات من اللي حواليه يعني برضو إذا صاحب النوبات دي وجود كوابيس متكررة وإذا بدأ يظهر إهمال في عادات النظافة الشخصية وإذا كان برضو فيه ألام في الراس أو البط أو إذا ابتدى الطفل يرفض الأكل أو يرفض النوم وأخيرا إذا تكرر موضوع إن هو يمسك تنفسه اللي كلمت عنه في الحلقة اللي فاتت أثناء النوبات دي للدرجة اللي ممكن تخليه لقدر الله يفقد الوعي ترجمة نانسي قنقر